أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تأسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لكوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيئا يستدعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستهيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استدعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وحامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أردعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فلتقته آل فرعون ليكون لهم أدوه وحزنا إن فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاتئين وقالت امرأة فرعون كرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن يفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته كسيه فبصرت به آجل بهم وهم لا يشعرون وهرمنا عليه المرادع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيد يكفلونه لهم وهم له ناسحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه خكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على هين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مدل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فهل أكون ظهيرا للمجرمين فأسبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له ما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقسى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون يأتمرون بك ليقتلون فاخرج إني لك من الناسهين فخرج منها خائف يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مريان قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مريان وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد نجونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تالا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إهداهما تستمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إهداهما يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكهك إهدى بنتي هاتيري على أن تأجرني ثمانية هجج فإن أتمنت عشرا فمن إيدك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت على عدوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأحله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة أو جزوة من النار لعلكم تسطلون فلما أتها نودي من شاتئ الوادي الأيمن في العقبة المباركة من الشجرة أيام سائني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رأاها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واطمم إليك جناهك من الرحب فذلك برهان من ربك إلى فرعان وملئيح إنهم كانوا قاما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي حارون هو أفسه مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عددك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سهر مفترى وما سمعنا بحذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بما جاء بالحدا من عنده وما تكون له عاكبة الدار إنه لا يفله الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا حامان ولا الطين فاجعل لي صرها لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأذنه من الكاذبين واستقبروا هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلىنا لا يرجعون فأخذناه وجنوده ونبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاكبة الظالمين وجعلناهم أئمة يجعون إلى النار ويوم الكيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم الكيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذا قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاحدين ولكننا أنشأنا كرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مريانة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلكم يتذكرون وَلَوْ لَوْ لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ أَيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا وَقَالُوا لَوْ لَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِهْرَانِ تَظَاحَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنِ إِنْدِ اللَّهِ وَأَحَدَى مِنْ حُمَا أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يحد الكوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أُولَئِكَ يُؤْتَانَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَهْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةَ السيئةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا مَسِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِلَ جَاهِلِينَ إنك لا تهدي من أهببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمحتدين وقالوا إن اتبع الحدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إله ثمرات كل شيء رزق للدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أحلكنا من قرية بترت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن بعدهم إلا قليلا وكنا نهن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم شيء فتمعوا الحياة الدنيا وزينتها وما إن دى الله خير وأبقى أفلا تعكلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاكيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم الكيامة من المخضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم مرأوا العذاب لو أنهم كانوا يحتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم العنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما ما تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويحتار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن سدورهم وما يعلنون ووالله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة ولخوا الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم لولا سرمدا إلى يوم الكيامة من إله غير الله يأتيكم بدياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم الكيامة من إله ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كفروا تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا حاتوا برحانكم فعلموا أن الحق لله وفضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فآتيناه من الكنوز ما إن فماتهه لتنوء بالعسبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم لي أولم يعلم أن الله قد أحلك من قبله من القرون من هو أشد منه كوة وأكثر جمعا ولا يسأل أن ذنوبهم المجرمون وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينسرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقديره لولا أمن الله علينا لخصف بنا ويكأنه لا يفله الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاكبة للمتقين ما جاء بالحسنة فله خير منها وما جاء بالسيئة فلا يهزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون والذين فرض عليك الفرقان لرادك إلى معاد كن ربي أعلم ما جاء بالحدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يسدنك عن آيات الله عبد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء حالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صرق الله العظيم موسيقى 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 موسيقى